السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة مساء الأخبار أهلا بكل أحبابنا والمتابعين الكرام اللي بيشوفونا من كل حتة في العالم كل مرة بنقول لحضراتكم الفيديو مهم تابع للنهاية تابع انت بقى هذا الفيديو ووحكم بنفسك لأنه فيديو فعلا مهم وخطير جدا سلسلة جديدة بنبدأها مع حضراتكم في خلال الأيام القادمة ولكن هذه المرة هنتكلم فيها عن العالم كله مش دولة بعينها مرة تانية أحب أقول لكل أحبابنا والمتابعين وحشتوني جدا وإن شاء الله يكون القادم أحسن للناس كلها بإذن رب العالمين في البداية ما تنساش لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات والأهم من ده كله إنك تذكر الله في التعليقات أو تستغفر عايزين نوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من الناس اللي بتذكر رب العالمين في التعليقات حتى يكسب سواب كل من رأت عينه اسم رب العالمين علشان ما نطولش على حضراتكم هنتكلم عن موضوعات خطيرة جدا أولها تحذير للعالم كله زعر في فرنسا بعد تسريب محادثات زلنيسكي كنا قبل فترة وقفنا الكلام عن روسيا وأوكرانيا والدول اللي فيها نوع من أنواع البلبلة ولكن رجع التاني هذه الأنباء على الساحة منذ ساعات قال السياسي الفرنسي عضو البرلمان الأوروبي السابق أن ظهور معلومات حول السلوك غير اللائق لرئيس أوكرانيا فلاديمير زلنيسكي يجب أن يكون بمثابة تحذير للعالم بأسره وكتب في تغريدة على تويتر هذا الرجل الفرنسي ونشرته صحيفة واشنطن بوست اليوم وصائق عن الوضع الداخلي في أوكرانيا تحدثون عن زلنيسكي المجنون وهو يصرخ في زملائه الذين يحاولون تخفيف حد حماسته أو حماسة بشأن الهجوم على روسيا عنده حماس يعني بشأن الهجوم على روسيا وحتى المجر وأوضح السياسي الفرنسي أن نشر هذه البيانات من قبل وسائل الإعلام يمكن أن يكون تحذيرا للعالم بالأمس أفادت إحدى المواقع يعني وورد بريس نقلا عن مواد سرية في البنتجون بتسربت يعني بما في ذلك مراسلات زلنيسكي الشخصية أنه خلف الأبواب المغلقة قدم رئيس أوكرانيا مقترحات لتقويد خط أنابيب ده طبعا واحتلال الحدود الروسية طبعا زي ما قلت لحضراتكم الراجل ده ممثل كبير جدا وبدوره بيعمل حاجة غريبة في العالم كنا واقفنا زي ما قلت لحضراتكم الأنباء عنهم ولكن يعني لنا تمنى أن يحدث نوع من أنواع البلبلة أو إصارة الرعب أو الزعر للناس من النووي وغيره من الأشياء الغريبة اللي بتحصل في العالم لأن بالفعل العالم مش ناقص هذه الأيام وكل العالم خايف والتهديدات بسبب يعني النووي وغيره من الأشياء المرعبة للعالم كل ربنا يستر بإذن رب العالمين طبعا كل الناس بتخاف من المهدي والمسيح الدجال أو المسيح الدجال كل الناس بتتكلم عن هذه الأشياء وهي ممكن تكون خايفة مرعوبة في نعم الأنواع الغموض والفضول في نفس الوقت يعني الناس بتبقى خايفة تجيب سيرة هذه الأشياء ولكن بالفعل لما بتشوف خبر أو نبأ بتبقى عايزة تفهم إيه اللي بيقوله وفعلا الظهور ولا مفيش ولا إيه الكلام كل ده انتبعوا مع حضراتكم من حوالي 24 ساعة ولادة طفلة بعين وحدة بتشعل السوشيال ميديا والوسائل كلها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وبيقولوا إن هي المسيح الدجال بتدور رواد مواقع التواصل الاجتماعي زي ما حضراتكم شايفين ما بنجيبش حاجة إلا بالمصادر صورة أصارت استغراب ودهشة كل من رأاها وهي لطفلة هذه الطفلة حديثة الولادة بمحافظة ذكارة العراقية يعني مصابة بمرض نادر حيث ولدت بعين وحدة وسريعا ما انتشرت السورة على السوشيال ميديا مصحوبة بتعليقات ثناء وحمد لله على نعمة خلقه ولاد الطفلة بعين وحدة قال الأطباء في المستشفى أن الحالة نادرة يعني دي حالة ما حد شافها قبل كده نادرة الحدوث ويتسبب فيها نقص الأنسجة الدماغية للطفل المولود حيث ولدت الطفلة بتشوهات وعيوب خلقية طبعا أنا خافي الصورة علشان بس الناس ما تقولش طب هي فين ما جيبتلنا الشكلها ليه علشان أنا عامل إخفاء للصورة علشان يعني الخصوصية وحرام يعني يبقى احنا بننشر حاجة زي كده لكن الخبر الناس كلها لازم تعرفه وأشعل بعض أن الطفلة المسيح الدجال كما يعني يشاع مع كل طفل مولود بعين وحدة أو بعيوب وتشوهات خلقية الطبيبة المسؤولة عن الحالة بتكشف تفاصيل صادمة وقالت الطبيبة المسؤولة عن حالة الطفلة أن هذه الحالة بتعتبر غريبة في الطب وهي ولادة الطفلة بعين وحدة أو بدون عيون لافتن أن الطفلة المولودة توفيت مباشرة بعد ولادتها نتيجة انقطاع الغذاء عنها الذي كان بتحصل عليه في داخل بطن أمها ولادة هذه الطفلة في اليمن وأيضا في سياق منفصل كان اليمن قد شهدت حالة ممثلة وده برضو موجود على القناة بتاعتنا ونقلناها لحضراتكم منذ سنوات بعين وحدة في العام الماضي في يعني في مدينة اسمها ردع بمحافظة البضاء في سبع حالات لأطفال مولودين بعين وحدة لم تكن الطفلة العراقية أو اليمنية هم الحالات الأولى يعني لمولودين بعين وحدة بل الآن يشهد العالم سبع حالات فقط مماثلة خلال ما يقرب من خمسة كورون حيث تم تسجيل أول حالة في 1665 طبعا الناس اللي كانت مستعجلة وعايز تعرف في المسيح الدجال والزهور والمهدي وكل الكلام ده عشان بس أقول لكم إن كلنا نشوفنا إيه لما كتب الله إن إحنا من 1665 وإحنا بنشوف هذه الحالات ودينا لسه عايش مفيش أي حاجة حصل وتعتبر هذه الحالات المصابة بتشوهات وعيوب خلقين يدرت الحدوث وتأتي لعدم يعني أو لعدة أسباب منها نقص الأنسجة قدم غيال الطفل وتنتج أيضا عيوب خلقية حديث الولادة بسبب زواج الأقارب في كثير من الحالات لذلك نصحت وزاد الصحة السكان المصرية بعدم زواج الأقارب أو التقليل منه قدر الإمكان ده كله احنا بنشوفه وناس كتير جدا بتشوف يعني في الأيام الماضية أو منذ يعني الخليقة زواج الأقارب في بعض الزواج بينجح وبيكون الزرية بتاعته ما فيهاش أي مشكلة أو الأطفال أو الأبناء وفي بعض طبعا ده اللي بيحدده علشان بس الناس تبقى فهمة اللي بيحدده هي الإشاعات والتحليل اللي بيعملوها والفحوصات الطبية اللي بيعملوها قبل الزواج وده يفضل عدم زواج الأقارب طبعا لو فيه حد برضو يعني مش عايزين نحكم أو نقول بصفة عامة أو بصفة شاملة لكن احنا كل اللي بنقوله في هذه الأيام يعني ربنا يسطر لأن الناس زي كده بتبقى خايفة عشان كده نطمن للناس ونعرفكم أن ده كان مجرد حدث طبيعي ووارد وبيحصل من 1665 مش حاجة جديدة على البشرية لا هي حاجة موجودة علشان كده يعني أصارينا أن احنا نزهرها لحضراتكم تعالوا بقى هنا بينا نشوف سقوط نيزك من السماء واختراقه منزلا ده حصل برضو من 24 ساعة وقادي البقايا بتاعته وسقط نيزك مصطدم منزل في نيوجيرسي قبل عدة أيام وإشار إلى أنها قطعة من كرة سلجية كونية طبعا هذه الأشياء علشان الناس اللي بتقول أنتم بتجيبوا الحاجات دي من مصدر خبر قصاد حضراتكم تقدر تعمل عنه سيرش أو بحس والناس اللي موجودة في نيوجيرسي عليها تكتبينها فيها التعليقات كرة سلجية كونية على بعد أكثر من سلاسة مليارات ميل من الأرض سقطت صخرة يعني من الفضاء بحجم شطيرة برجر من اللحم مخترقة يعني سقف منزل ومن سما سقط على أرضية المنزل الخشبية يعتقد المسؤولون أن النيزك كان جزءا من الإيتا ده بقى الذي يتميز بقطع من حطام في مزنب هالي الشهير بحسب ما تم نشره على الدليميل البريطاني طبعا أنت أو أنت يعني لقدر الله يعني بعيد الشر عن الجميع لو سقط أو ويع هذا النوع من الأشياء على أي حد كان قال خلاص يوم القيامة يوم الأربع أو قال يوم القيامة يعني حصل خلاص فيما أصدرت إدارة شرطة بلدة هوبيل تقرير بعد فترة وجيزة من أنباء تحطم النيزك عبر منزل الوسط نيوجيرسي فقد قالت الإدارة استضم جسم معدني بيعتقد أنه نيزك بسقف منزل في طريق القديم بواشنطن كان المنزل المصمم على طراز المزرعة مأهولا بالسكان في ذلك الوقت لكن لم تلت أي أنباء عن وقوع إصابات ولم يزر هذا المزنب الأرض منذ عام 1986 ولن يعود حتى عام 1961 في رحلته المنتظمة لتستغرق 76 عام حول الشمس طبعا كل هذه المعلومات بالذات المعلومات الأخيرة دي مهمة جدا ده ما جاش من 86 من سنة 86 يعني منذ عوام داخل على 40 سنة ما حد شافه ولا حد يعرف عنه حال ولكن ظهر النهاردة أو ظهر منذ يومين ومش هيجي تاني للأرض لحد عام 1961 إن شاء الله لا يحدث إلا الخير ولكن ده شكله ودي صورة حقيقية منه جماعة ومتصورة مصدر الخبر زي ما قلت لحضراتكم أهو موقع سادة البلد وموجود على كل المواقع لأن هذا النيزك ناس كتير كانت خايفة ومزعورة منه بالولايات المتحدة الأمريكية طبعا بوجه كل التحية والاحترام لكل أحباء العرب اللي موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية والعرب اللي موجودين في كل دول أوروبا وهذه يعني النوعية من الفيديوهات والأخبار والأنباء بنشوفها علشان خاطر نطمن الناس مش عشان نقلقهم بالعكس هذه النوعيات لما حضرتك أو حضرتك بتشوفوها يعني إلى حد كبير الناس بتبدأ تطمن يعني حاجة برضو من الحاجات يعني اللي بنشوفها غريبة جدا طبعا في بعض الهزات الأرضية اللي بنشوفها زي في مصر وسوريا آآ أخيرهم مصر كانت منذ ساعات فيها زلزال في آآ سيناء في منطقة سيناء طبعا آآ يعني أيضا سوريا لسه فيها آآ هزات أرضية الأرض بتحتز زلزال آآ بيضرب عدد ما الدول بينهم سوريا طبعا هي زلازل آآ مش قوية وهذه الزلازل لازم الناس تبقى فهمة بتحصل فين وبتحصلش فين الجدير بالذكر أن تراوحة قوة الهزات الأرضية يعني آآ في عدد من الدول حول العالم ما بين 1.4 ل4.1 آآ في منها اللي درب تيكسس في أمريكا 2.5 وفي منهم في سوريا كانت القوة بتاعت 3.1 وعلى عمق 2 كيلو متر وأيضا هزات بكرواتيا 1.4 آآ آآ إيطاليا وده حصل ونقلنا لحضراتكم 2.1 آآ آآ وبقرة كانت على 2.12 كيلو متر الولايات المتحدة الأمريكية آآ في كذا منطقة والعمق 5 كيلو متر يعني محسوس 2.5 فاصل الرغتر وأيضا الأرجنتين وآآ كان 4.1 والعمق بتاعهم 2.16 أظن من ده مش محسوس رغم من درجة الرغتر بتاعه طويلة في مدينة سان انتونيو آآ كوريا الجنوبية شهدت الدول الواقعة آآ أو دول الواقعة في جنوب شرق آسيا آآ يعني هذه الكرة مليئة بالزلازل طبعا ده مش جيد عليها آآ كرة آسيا مليئة بالزلازل الهزات الأرضية ولكن هذه الهزة بقوة ثلاثة في الصراح على مكاس الرغتر على العم ثلاثة وتعائتين كيلومتر ووقعت الهزة الأرضية على مسافة حوالي واحد خمسين كيلومتر شمال شرق مدينة دونجاية دي السحلية آآ الشرقية طبعا كل هذه الأشياء آآ وارد انها تحصل آآ بعد الزلازل اللي بنشوفها ولكن آآ هذه الهزات الأرضية الجدير بالذكر يعني آآ الأرض كانت ساكنة خلال فترة الماضية ده في وجهة نظري البسيطة ان بالفعل هذه الهزات الأرضية ما كانتش موجودة وكانت ضعيفة إلى آآ متوسطة لكن دلوقتي بدأت تبقى متوسطة إلى قواية مرة تانية آآ نسأل رب العالمين الرحمة والمغفرة وكل أحباءنا اللي بيشوفون عايزين نشوف الدعاء جماعة بتاع الناس الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء بطلب من كل أحباب نعمله مشاركة للفيديو ونوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من الإعجابات أو اللايكوات حتى يصل لأكبر عدد من إخواتنا العرف في كل حتة في العالم وأيضا أهم حاجة الاستغفار وذكر الله في التعليقات حتى يستفاد الجميع من خلال رؤيته لا يعني هذه الآيات أو من هذه الأشياء اللي احنا بنتمنى أن كله يتردد بذكر الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته